الحريري غائب، الساحة الصنية فارغة، أسئلة كثيرة تطرح، لكن الجواب صراب الرئيس سعد الحريري الذي أفلس حكومياً، أغرق بديون في السعودية، وبات بلا ظهر ولا مهر زعيم في أوراق الاقتراع، والخرزة الزرقاء عين يتيمة، لا حارسة ولا حريصة يكتفي الحريري ببعض التعليقات والتغريدات عن بعد لحفظ ماء الوجه وصف حادثة التل بالمجزرة، تكلم عن إهمال الدولة، دع الرئيس القوي عون للاستقالة، وجزم طفح الكيل مواساة عن بعد لم تطبطب على جراح الضحايا، فغياب الحريري عن ساحته السنية أيقنها خصومه وحطوا على العين الزرأة، ووزعوا بتكليف من سيدهم ثلاثين مليون ليرة لكل عائلة شهيد، وخمسة عشر مليون ليرة لكل جريح ليعمق الشرخ الصني، وليشعر أنصار الحريري أنه بعيد كل البعد عن وجع ناسه، لا بل هم مستعدون لسد هذا الفراغ هذا الخرق الحزبي للطيار لم يكن عابرا، لكن الحريري تجاهله فأين كان الحريري؟ ولماذا سمح لهكذا خرق في عمق داره؟ كذلك الأمر في حادثة الطيونة، رغم حجم الأخطار التي تحدق بلبنان اكتفى الحريري بالاستنكار عن بعد، وقدم التعازي لأهالي الضحايا لكن أهل السنة في طرابلس دعموا جعجع وتحدوا نصر الله إذا عندوا مئة ألف مقاتل، نحن مئة من أهل السنة أدن ولعيونك التي تعودنا عليها، قالها الشارع الصني للقوات هذه المرة خرق جديد كاد يجعل من السنة بنادق القوات بحرب لا ناقة لهم ولا جمل وأيضا لم يعلق الحريري على ما جرى هذا الحضور الخجول للحريري، تزامنا مع إفلاسه في الحكم من جهة وإفلاسه بالثروة من جهة أخرى، جعلته حاضرا غائبا تاركا إرث والده من زعامة في مهب الريح وحلم بالعودة يتأرجح على الحبل الانتخابي فهل يسمح الحريري للأخصام بتغييبه ليتثنى لهم إلغاءه؟ أم هدوء ما قبل العاصفة ليقلب الطاولة على كل من نفش ريشه في غياب الزعيم الصني؟